طلاب هذا الفيديو السابع لطريقة التحليل الشبكي بالفيديو السادس انطاني السؤال هذا السؤال بكلاثة سياركيت هاي الكلاثة سياركيت بمصدر فولتية و بمصدر فولتية معتمد على السيار اجيت حسب نقاط طريقة الحل فرضت هاي اللوبات وسميتهم اي واحد اي اثنين اي كلاثة وكونت هذي المعادلات هزا شرح اجي اساوي افتح هاي المعادلات واجمع المتشابهات هاي المعادلة الاولى اذا اجي افتح القوس مالتي يعني هذا الاثنى عشام افتح القوس شي يصير عندي يصير عندي عشرة اي واحد ناقص عشرة اي اثنين لان موجب بالسالب سالب زائد اثنعش في اي واحد اثنعش اي واحد موجب في السالب سالب اثنعش في اي كلاثة اثنعش اي كلاثة يساوي لي اربع وعشرين هاي المعادلة الاولى نجي بالمعادلة الثانية ما تلو بالثاني هاي العشرة هم ادخلها على الاقواس والاربعة هم ادخلها على الاقواس نفس الشي شي يصير عندي يصير عندي اي اثنين ناقص ليش موجب في السالب سالب عشرة اي واحد زائد اربع وعشرين اي اثنين زائد اربع في اي اثنين اربع اي اثنين موجب في السالب سالب اربع في اي كلاثة اربع اي كلاثة تساوي لي صفر هاي المعادلة مالة اللوب الثاني معادلة اللوب الثاني نجي معادلة اللوب الثالث ايضا افتحهاي الاقواس ويرا ما افتح الاقواس انا اش قلت قلت انه انا عندي الار اي بجهة وعندي الفي بجهة هسا انا عندي هذا الطرف باي نوت انقلة بالنال الهنا شا حيصير عندي رحيصير عندي اثنعش اي كلاثة ناقص لان موجب في السالب سالب اثنعش في اي واحد اثنعش اي واحد زائد اربعة اي كلاثة موجب في السالب سالب اربعة اي اثنين هاي فتحت الاقواس ش رح اتجي هاي الاربعة اي نوت انقلها اللي هنا هي السالب شا صير موجب اربعة اي نوت تساوي لي صفر هاي المعادلة مالتلو بالثالث هاي هساني كونت ثلاث معادلات في تحت الاقواس مالسهم رح اجي شا سوي اجمع المتشابهات هنا عندي اي واحد عشرة و اي واحد اثنعش من اجمعهم شي صيرون احنا خلي اشوف من اجمعهم شي صيرون عشرة باثنعش يصيرون عندي اثنين وعشرين اي واحد ناقص عشرة اي اثنين ناقص اثنعش اي ثلاثة تساوي لي اربعة وعشرين معادلة واحد اجي المعادلة الثانية وين الاي واحد عشرة اكو بعد واحد يشبه حتى اجمعه لا شنو اشارته سالبة اذا سالب عشرة اي واحد ناقص الاي اثنين وين هي عشرة و اربعة وعشرين و اربعة أربعة واربعة وعشرين ثمانية وعشرين وعشرة ثمانية وكلاثين موجب زائد ثمانية وكلاثين آي ثنين الآي ثلاثة وين هي؟ هنا سالب أربعة إذا نصر سالب أربعة آي ثلاثة تساوي لي صفر هاي المعادلة الثانية المعادلة الثالثة الآي واحد اش قد مالتها؟ سالبة صناعش إذا أقول سالبة صناعش آي واحد الآية اثنين اش قد؟ سالبة أربعة سالبة أربعة آي اثنين الآية ثلاثة جقد ثنعش وأربعة ستعاش زائد ستعاش آي ثلاثة شو بقى عندي؟ بقى عندي ساء زائد أربعة آي نوت ساوي لصفر هاي المعادلة الثالثة اللي هنا تمام رح اجي هاي الاي نوت لازم اتخلص منها شلون بعض طلاب بالرسم شنا طيني مثل المثال الموجود بالفيديو رقم ستة هاي الاي واحد دخلت هذا نوت لما اندخلت خرجت بثنين تيارين تيار الاي اثنين وتيار الاي نوت هنا اقدر استخدم قانون كي ارشوف للتيارات اللي هو مجموع التيارات الداخلة يساوي لي مجموع التيارات الخارجة كم تيار داخل عندي اي واحد كم واحد دخل الاي واحد كم واحد خرج اي اثنين واي نوت اذا اقول الاي واحد تساوي لي اي اثنين زاعد اي نوت اي واحد تساوي اي اثنين زاعد اي نوت مناي الاي نوت مو اقدر اقول الاي نوت تساوي لي هاي انقول هالثنين يمي الواحد اي واحد ناقص اي اثنين حلو اذا انا هسا حولت الاي نوت بدلالة الاي واحد واي اثنين شو حاسوي اخذ هاي المعادلة اعوضها هنا يعني شنو يعني معادلة كلاثة ش رح اصير عندي رح اصير عندي معادلة كلاثة انتبهوا طلاب معادلة كلاثة رح يصير عندي سالة باثنعش اي واحد ناقص اربعة اي اثنين زاعد ستعاش اي كلاثة زاعد اربعة الاي نوت اشيلها ش اخلي بمكانها اخلي بمكانها اي واحد ناقص اي اثنين اسد القوس يساوي لي صفر هذا يمثلي المعادلة الثالثة دوم عندي قوس انا لازم افتحه وتخلص من عندي ادخل الاربعة مرة هنا مرة هنا يعني هاي المعادلة ش رح اصير عندي رح اصير عندي سالب اثنعش اي واحد ناقص اربعة اي اثنين زاعد ستعش اي كلاثة زاعد اربعة اي واحد وموجب في السالب سالب اربعة اي اثنين تساوي لي صفر انا لازم رتسب المعادلات هسا انا عندي اي واحد سالب اثنعش و اي واحد اربعة لما نجمعهم شي صيرون عندي صيرون عندي سالب ثمانية اي واحد اي اثنين عندي سالب اربعة وهي السالب اربعة شكدي يصيرون سالب ثمانية اي اثنين زاعد ستعش اي كلاثة تساوي لي صفر ها يتمثلي المعادلة رقم كلاثة هسا شرح اجي اسوي بورقة جديدة بورقة جديدة اكتب المعادلات النهائية اللي هي منو هذي معادلة واحد اللي هي ثنين وعشرين اي واحد ناقص عشرة اي اثنين ناقص اي كلاثة تساوي لاربعة وعشرين ها يمعادلة واحد معادلة اثنين سالب عشرة اي واحد زاعد ثمانية وكلاثين اي اثنين ناقص اربعة اي كلاثة تساوي لصفر والمعادلة هذي سالب ثمانية اي واحد سالب ثمانية اي اثنين زاعد ستعاش اي كلاثة تساوي لصفر المعادلة الثالثة هاي رتبتهم رتبت المعادلات مو انا كتبتها ورتبتها في تحت الاقواس وجماعت وطراحت شرح حصلت هذول الكلاث معادلات ثلاث معادلات بهم ثلاث مجاهل اي واحد اي اثنين اي ثلاثة هذول شلون احلهم احلهم بطريقة الماتريكس شنو طريقة الماتريكس ابينها الكم بالفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة